على فراشهم قتلهم رميا بالرصاص في رأسهم رجل في بغداد يقتل زوجته وطفليها من زوجها السابق ثم يلوذ بالفرار خاطفا معه بنته ذو الأربع سنوات جريمة باشعة حصلت في منطقة الدورة ببغداد والسبب خلافات على علاقاته مع النساء واستغلاله لراتبهم من زوجها الشهيد بحسب قول شقيق المقتولة مشاكلهم هو زوجته على مود العلاقات اللي عده والمشاكل الثانية هو ابنه هو مو ابنه يعني ابن أختي الله يرحمها ابن الشهيد مشاكله على مود الراتب لأنه يصرف حنقول بفلوس أبوه فأخذ اليونس اللي عمره 17 سنة الله يرحمه كتله بالسوق اللي هو بالصحة ورجع وده شارع النفط ورجع كمل على أختي هنا بفراشها ورجع كتل بيتها فوق وأخذ بيتها اللي عمرها أربع سنوات وراح أكثر من أسبوعين مر على الحادثة والقوات الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض عليه لغاية الآن رغم صدور أمر بذلك وهذا ما جعلهم ينشدون بضرورة إلقاء القبض عليه سريعاً وإعدامه طالبوا من الوزير بين هاي الإجراعات يعني خنقول تكملوا بساعة لأننا نريد نعرف السبب شنو السبب اللي دفعه اللي قتل عائلة كاملة هذا قاتل قتل أيتام قتل زوجته خطف نطالب يعني قال قبض بحضار العدال وتنتظر العائلة خبر إلقاء القبض على المتهم بأحر من الجمر لينال جزاؤه العادل فيما يبقى حق الرد في القضية مكفولاً للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير